السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الفيديو إن شاء الله سيكون ربما واحد خفيف لأنه الأخ ذي لكم يعني أنا مريت شوية أسألكم الدعاء إذا كان ممكن لذلك إخواني ما سنشوفوا يعني أخبار حول الحالة الوبائية في إيطاليا اللي يفتح السن الحمد لله وشكره لله أخبار الوبائية في المغارين كيفما العادة ونشوفوا أخبار على المطارات وتوجد ديالها للفتح في المغرب إن شاء الله ونشوفوا مطار محمد الخامس وكذلك ندويو على المغرب اللي تم القسم دياله إلى إثنين منطقة خضراء ومنطقة حمراء ونشوفوهم إن شاء الله ونبدأوا بالحالة الوبائية في إيطاليا يمكنك تشوفوا كينا حالات قليلة مقارنة بالأيام اللي لازلس كنتكلم مع الميتين وجوش ديال الحالة اللي هي تأكدت الإصابة ديالها بالفيروس في آخر 24 ساعة هذه الناس يا إخوان كنت تكلموا على القوهم من وسط عدد كبير ذي التحرير لذلك الرقم اليوم رأي يدل على التحصل حالة الوبائية في إيطاليا يعني ممتاز جدا ونشوفوا العدد ذي التحرير ونشوفوا يعني بالضيطة إذا كنت موضح بشتغرفوني ما حلو اللي هو ديال ناس كيلقى بذلك العدد الإجمالي كما تشوفوه هو 235.763 شخص منذ بداية الوباء الناس اللي كتشافة اليوم قل من البارح ولكن يبقى رقم يعني محترم كنت تكلموا على مياء وكنت تكلموا على 1299 شخص اللي تشافه في آخر 24 ساعة وكنت تكلموا على قرابة 170 ألف شخص اللي تشافت منذ بداية الوباء في إيطاليا كذلك الناس اللي تشافت رقم يعني تكلموا على 71 شخص وهذا الرقم يا إخوان راها تقريبا عشر أيام وهو تحت المية يعني هذي خبار لي زوين يعني راها تنزل تحت المية ولكن كيبقى رقم لي ما بغش ينزل يعني راكم شيف من مدة طويلة هو 70 لبارح نزل حتى الـ 57 47 وعود الثاني اليوم بطلع الـ 71 يعني رقم لي هو مرتفع شيئا ما نتمنى ومالله أنه ينزل من حدة هذا الوباء والله يشافي الناس اللي امراض باش حتى شي واحد ميموت إن شاء الله كذلك نتكلموا على 34 ألف و 114 شخص اللي تشوفها وهذو اللي محصيين يعني العدد الدراء الحقيقي لها كبر من هذا كذلك الناس اللي حاليا راها مراض راك نتكلموا على 31 ألف و 710 أي بنسبة ناقص ألف و 162 مقارنة بالأمس فيما يخص العدد التحليل يا إخوان كما تشوفوا معايا التحليل الذات اليوم في إيطالية نتكلموا على 62 ألف و 699 يعني قرابة 63 ألف يعني معنى آخر هو أنه كما تشوفوا معايا هنا لقاوا شخص إيجابي في كل 187 شخص كذلك لهم تحليلها هذه هي النسبة يعني عقلت اليومين هذه كانت 57 اللي بارح الحمد لله طلعت ما بين 140 و 130 معقلش مزيان ولكن اليوم راها 187 يعني نسبة 0.5% تقريبا يعني نسبة ممتازة بزاف فيما يخص الناس اللي كتاخد العلاج دياله في البيت راك نتكلموا على عير 27 ألف شخص الناس اللي كتاخد العلاج دياله السبيطار 4320 يعني نسبة قلال و ينزلوا و الناس اللي في الإنعاش هذا الرقم ما شاهدنا من الشحال راها عير 249 شخص و في اللمبردية راها ينزلوا تحت لمية يعني أرقام منتازة اليوم الحمد لله تزمنها و سبقى المنحة سيبح الموقع كذلك سوف نشوفوا الجهة بجهة كما تشوفوا معايا هنا الجهة ديال اللمبردية تسجل تسعود و 90 حالي يعني نص ديال الحالة اللي تسجل اليوم في إيطاليا و الجميع يعني الخبراء اليوم تكلموا أن اللمبردية باش تولي بحالة بحل المناطق الإيطالية كاملة خاصة واحد الجوج ديال الأسابيع حتى العشرين يوم باش تولي في نفس المنحة ديال المناطق الإيطالية الأخرى وحنا كنت من نوح تقبل لذلك يا إخوان نمشوا نكملوا إيميليا رومانيا عدن 24 لفانيتو عدن ثلاثة الحالات بيومونتي عدن 26 حالة ماركت ثلاثة الحالات كمبانيا حالة وحيدة توسكان ثلاثة الحالات سيشيلية حالة وحيدة لاتسو 18 حالة فريولي فيناتسيا جوليا جوش الحالات لابروتسو لا يوجد حالة بوليا كذلك بولتسانو كالابريا سردينيا فاليداوستو ترينتينو وبازيليكاتر لا يوجد حالة وعدن نومبريا حالة وحيدة وموليزيا حالة وحيدة يعني كنت تكلموا على 12 جهة لم يسجلت حالة وحالة حالة وحيدة يعني ارقام ممتازة جدا فيما يخص الاخبار اخوان دي اليوم فيما كتشوفوا معي الخبر الذي ستكلموا هو انه المغرب انقسم الى اثنين يعني ولات المنطقة رقم واحد تخفيف ديالها ممتاز جدا يعني بحال نحن ذبايا والمنطقة الرقم جوج اللي هي بدأت الفاظ الثانية يعني بقى عندهم حلاقة لا يفتحوش بقى عندهم ورقات الترخيص بقى بززر الحواج لا تستطيع تخرج من المنطقة اللي هي للمنطقة روسة وهذه المناطق اللي هي خضرة لا تستطيع تجول فيها كاملا يعني تبشي من هنا تبشي الهناي الجانوب ولا من الأقادير تبشي احتل المناطق اللي هي مفاش الوباء المناطق الحمراء هم كالتالي التالي عمالة قليل وهذه هي الخارطة يا آخوا بالطبع الخارج الخضراء لا يستطيع التفاكل يعني الخروج ب دول رخصة استئناف النقل العمومي يعني التاكسيات الخضراء يركبوا ولكن لم يفوتوا كترة من النص يعني ثلاثة الليس تنقل داخل المجال الترابي يعني قاعد يبشيوا في مبغا وفي مناطق الخضراء بدور رخصة فتح القاعات الحلاقة والتجميل فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق واستئناف الأنشطة الريادية بالهواء الطلق فيما يخص يا إخوان هذا ما كتوفوا المطار دي المحمد الخامس اللي بدك يوجد باش يفتح حاجة المهمة حتى شي واحد حتى شي واحد مذكر إمتى غيت تفتح مذكروش حتى شي تاريخ المهم هم موجده يعني هذا ربما يعني واحد المؤشر أنه المغريب كي وجد باش يفتح المعطار إمتى ما قالوا الحاجة اللي هي ربما 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 نبقى نتصنا هو من هنا الأسبوع غادي يقولون لنا شكال حيث من هنا الأسبوع غادي يقولون ذلك المناطق اللي هي حمراء اللي سدوها واش غادي تعاود تفتح ولا لا يعني من هنا الأسبوع غادي يعاود يدروا واحد ميزاجور غادي يقولوا لشي ما نتقرأت ما هي كان عادتكم من المنطقة حمراء دابرة وقتوليتوا من المنطقة خضراء يعني من أسبوعين غا يكون ذلك يعني ربما نقدروا نتصنا هو سيمانا ويقولون لنا التاريخ ربما نقدروا نتصنا وخمسة سورهم يقولون لنا التاريخ دي الفتح المطارات وربما أنا نتصنا وشهر يعني الإخوان الميساج اللي بغيت موصل لكم والرسالة اللي بغيت مقول لكم هو أنهم مكين حتشي تاريخ دي الفتح المطارات وجدوا ليهم دلوا الكاميرات اللي هي دوحة تقنية عالية أنها تقدر توصل حتى لهذه الكاميرات هادو تقدر توصل حتى الـ 15 صخص دير ليهم تعبر لي محرر ديالهم في آن واحد ولكن راك ما كتشوفوا الصور يا إخوار راتشي حاجمة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� إنه أزياد من 30 ألف شخص وكنت تكلموا عنه بالضبط 31 ألف شخص ومئة وثلاثين مغربي اللي خرجوا من المغرب في الوقت للحجر الصحي شكون يخرجهم ما خرجتهم مش المغرب خرجوهم القنصوليات ديال الدول اللي هم متيمين لهم يعني إطاليا ما خدمتش بزاف صراحة نقولها إطاليا دارت ما عارتش ستاة طيارات ولا أسبعة وحبسات حاليا راها ربما يقدروا يكونوا شتيارات في المستقبل ولكن هم غير يعطوا الناس اللي يجم قيدين الناس اللي عدموا حد لا ليست وحد ليست مقيد فاب نادم رغب داوية الزمنة دياليس الحاجة المهمة هو أنه كما قلت لكم أنا يدول بحل هولندا بحل بلجيك وحل فرنسا داروا واحد العامل كبير جدا لدرجة أنه ممكن بحل بلجيك ربما لما خذتني جدكرة وجدت شرب عين طائرات قريبا باش رجعت الناس اللي واحدا في المغرب إطاليا ما دارتش بزاف ولكن كما كتشوفوا معي راها واحد وثلاثين ألف شخص اللي مغربي احنا ما كنا نعرفوش على الأجانب والأجانب سنزيدهم على الناس سنوصلوا قريب ربما ربما نوصلوا الوحد نمشيو حالينا إخوان شوفوا الحالة الوبائية في المغرب كما تشوفوا معي المغرب يعني من بعد ما سجل بارح مية ومية وثلاثين حالة اليوم كارجع للرقم المعتاد اللي كان دوزنا بيصيمانة كامنا تقريبا يعني ما بين ستين وسبعين اليوم كيسجل واحد وسبعين حالة والعدد الإجمالي كرتفع على 8500 وثمانية حالة مؤكدة منذ بداية الوباء في المغرب العدد الحالة اللي تم استبعاد دياله اليوم رأى عدد كبير الحمد لله كنت تكلم على 16400 سعود يعني المغرب الحمد لله كدير تحدي كثيرة العدد الإجمالي ديال الناس اللي تم استبعاد دياله ممكن تكلم على 3474545 فيما يخص الناس اللي تشافع وليوم الناس اللي تشافع وراء مكتر من الناس اللي مرضوا وكنت تكلم على 72 حالة شفاء العدد الإجمالي كرتفع على 7565 فيما يخص الناس اللي ماتوا ويموت وفاة ديال الشخص لله رحمه وسهله والعدد الإجمالي ديال الوفايات كرتفع على 211 نسبة ديال الوفايات في المغرب رهان هارطة بزاف والحمد لله وشكرا لله كذلك الناس اللي تتخذ العلاج في المغرب رهان 732 فيما يخص هذا 71 حالة التوسيع دياله حسب المناطق وحسب الجهات سوف نشاهده كما تشاهدوا معي مراكش اس في 30 حالة تانجاتي طوال الحسيمة 22 حالة دار بيد اسطا 12 حالة رباط قناة 7 حالة يعني نتمنى ونتمنى أسبوع الجاي حتى بقوا وغد أن ينقصوا ربما الأسبوع الجاي يتمنقص الحالات حتى في المناطق أخرى ويفتحوا كل شيء المغربة ومنهم يفتحوا القنصريات ويفتحوا يعني بزاف الحويش واللي خاص يعني يقضي شغارات يقضيه إن شاء الله بهذا يا إخوان كنت وصلت إلى آخر الفيديو ما تنساوش الدعاء يا إخوان والله إلا بزز باش سجلت هذا الفيديو يعني أخرى فيه كيكون في عشرة دقائق ولكن يكون في واحد وكيكون فيه توجاد وكيكون فيه كتابة وشلبت زف الحويش لذلك يا إخوان أسألكم الدعاء يعني لهذا الشيء وهذا الشيء لكي إخوان ما تبخلوش علينا بلايك وبتعليق وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله نغضي إن شاء الله ندروا فيديو يكون فيه أخبار جد غنية وأخبار لمفهلة إن شاء الله أخبار نغضي إن شاء الله